الشيء اللي طمأنك منه نظراً لكونا عندنا إمكانيات كبرى من ناحية في سنة 2024 في إمكانيات إن شاء الله كبرى بالنسبة للقانون المالي الذي يجي إحتى بالنسبة لإنجاز السكانات إذن ستكفر بهذا إن شاء الله فيها عملية ثانية تجي تتمة العملية الليولة بالنسبة لتصحيح مجاري المياه بالنسبة لهذه الواد والقرية اللي تكلمتم عليها غير ممكن أبدا أن نترك مواطنين في خاطر وإن كما قلت المقاربة وشي مقاربة المقاربة التي تكون دائمة حيث يوجد مواطنين مواطنون في خاطر لأنهم في سفوح الجبال لأنهم على بقرب من مجاري المياه لا بد من حماية هذه المراكز العمرانية الآن الأمر يتعلق بسلطات محلية بداية إحصاء إذن كل هذه المجمعات السكانية التي تشكل خطر نظراً لموقعها ولا بد أن يكون تدخل تدريجياً من سنتين إلى أخرى لازم ننقذ هذا المجاري المياه لازم نصحه الأودية ويكون في عمل على مستوى الأودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر